أحبائي بديالي كمتو مانا بس عليكم كاز من أن تكونوا بيخير وعلى خير فرحانين نشطانين ومضخمين ودائما زازلوز وسنكسنك ودائما تكونوا ان شاء الله بسحة وعافية ومحبائي بديالي فيديو اليوم تحت طلب ديالكم غزال ورائع وفن ويهنيكم من السميرار تحت الإبطين وسميرار كذلك في المراتق الحساسة سوف يجب عليكم اللون تماما ويعطيكم راحة رائعة وملي ستزولوا الشعر بها الطريقة اليوم أعطيكم مدة طويلة لكي يرجع لكم الشعر أول حاجة لأن الشعر يعرقنا ويعطينا واحد تعرق في الصيف وإن شاء الله اليوم سيتعرق يعني مدة طويلة لكي يرجع لكم الشعر لأن في الخل والملاح والخل والملاح اللي بنات يلعبوا على أن البوصيلة يسخفوها ما كيخالي واشي تنتج الشعر بواحد السرعة أولا بواحد كي مكان كي يجي ضغية ضغية وأولا كي يطلع الشعر ضغية ضغية المهم بالنسبة لواحد البنية تالي كان دابا كتسمعني قالت لي فيفي أنا كنتقصح بزاف من الواكس أو من الحلاوة أو من العصير بغيت شي حاجة ما تكونش كتقصح نهائيا وفي نفس الوقت تزولي الشعر حتى هي إن شاء الله اليوم جور ديال الحاجات هذه ديال الخل والملاح وكذلك طريقة كتزول الشعر بدون آلم نهائيا وكذلك البنية سوف أعطيكم طرق وحلول باش مغي يجيكم شعر العينو الضغية وكذلك الصموريا أو السوات تحت للدين أو تحت الإبطن سوف تزولي نهائيا المهم خليكم على فيديو رائع وغزال وما تبخلوش علي بالليكات ديالكم وبشير وبتعليقاتكم رائعة يلا نبدأ وعلى بركة الله نموت عليكم وتوحشتكم بزاك وسمحوا لي البنات يوميا نزليكم فيديو البارح ما نزلش فيديو كنت يعني لي ضروف ضروف صعيبة ولكن اليوم أنا معاكم وخمر يدو خرر بالعالم ولكن راكم في القلب نوحى اليكم تحت الدكحة لعندك المناطق الحساسة في مصميرار شديد شوفوا البنات هذا الروتين هذا غزال أنا كنتبعو الزوجيالي هذا الإبط للزوجيالي يعني إبط للراجل شوفوا كيف اشتوحيد اللون هات الشي اللي كان يعطيه هو اللي غنعطيكم اليوم تبعوه ما غتندموش ولم تفرشوش الفيديو كامل غتندمو حياتكم كاملة في حلقة لكم البنات جو ديال طريقة اللي عا نقدمها لكم في هذا الفيديو وبنسبة لبنيتها اللي بغات شي حاجة ما تقصحش نهائيا هنقدم لكم هاد الماسك هادا إن شاء الله غايزول لكم الشعر غزال ورائع بدون ألم بلا حتى شي حاجة إن شاء الله غتشوفوه معايا في الفيديو بالتفصيل بالتفصيل عليش كيهدار وشنو هما المكونات اللي كينين فيه وأهم حاجة لبنات بالنسبة اللي بغيتوا تزولوا الإسم إرار وكذلك الجذمية باش ما يجيكم شي وكذلك الإحمرار أو الحبو باش ما يجيكم شي ضروري خاص التقشير ضروري البنات من التقشير مقشرة مهم بزاف علش مهم لأن الخلايا الميتة أو الجلد الميت كيكون عند نفذ المناطق هادي سواء في الجسم ككل فأي بلاسة بغيت تزولي من الشعر ضروري ما تعملي المقشير هاد الشي البنات رح نقريناه علش لأن ذيك الجلد الميت إلا ما زولته شي وما رطبتيش المنطقة كي يقصح وكي تجر مع اللاسيغ أو مع أي حاجة ومن بعد كي يخلي لكوح الحبوب وكي يخلي لك حميرار وكذلك يعمل لك تل الجلد يوزع يعني الشعر تحت الجلد البنات بعد ما قشرناه مزيان نقول لكم كذلك المقشر خلال الفيديو سهل وبسيط نشفو المنطقة ونغسلوها مزيان من بعد غنجيبو الطالك البودر أو العيد دقيقي إلا كان عندنا الطحين الفارينة ونشفو بذيك البلاسة ضروري خاصة تنشف وكذلك نقدم لكم هالطريقة هذه البنات اللي فيها الخل والملح غزالة كتأخر نمو الشعر إن شاء الله الصيف كامل تأخر نمو الشعر بزاف بزاف يعني كتهني منه نقدم لكم هالطريقة هذه فيها الخل وفيها الملاح كتأخر لك نمو الشعر وكذلك كتخف البوصي لما كتخليها شي تنوض لك الشعر ضغية غزالة البنات ورائعة غتشوفوا تهيخ ديالا فيديو تبعوا الطرق بليز تبعوا الطرق باش تحصلوا على نتائج فنة وغزالة وكذلك البنات انتم مكتشوفوا بأن اليه ديال الزوج ديالي كيفاش كتبان بيضة لأنني كنعمل له هاد المقشير وكنعمل له هاد ليزيطاب وحتى تحت يدي ان شاء الله لابغيتو نوريها لكم راها بيضة بيضة كتشعل حسن من الوجه ديالي لابغيتو البنات تبعوا الطريقة هادي وده بغيت نوري لكم كيفاش غتزولوا الشعر ديال الابط وكيفاش غتزولوا الشعر ديال العانة كذلك خلال الفيديو خليكم معانا عمدوا بالمقشرة البنات سهل و بسيط المكونات دياله موجودة هي واحد الساشية ديال اتاي لبطونه لا اي نوع ديال الشاي اي نوع متواجد عندك نضيف عليهم ملعقة ديال القهوة ملعقة ديال القهوة اللي كتكون حبيبة مطحونة اي نوع ديال القهوة اللي عندك ونضيف عليهم واحد ملعقة ديال زيتون نحركو مع بعض ديتهم جيدا ونضيف ليهم واحد القليل من الخل لبنات الخل هنا كي عقم لنا المنطقة الحساسة وكذلك تحت الابطين لن يقوم باكتيري او حساسيه ضروري البنات هاد المقشر من احسن ما يكون إلا بغيتو اسبياد لكم المنطقة و تزولوا الخلايا الميتة و كذلك تعقموها جيدا باش موقع فيها الالتهاب لحميره لحتاجي حاجه و كذلك مكيجوه لحبوب لحتاجي حاجه البنات رفيه لنا هاد المقشر روعة عندو زودابة الواكس او لاسير اللي فيه الخل والملاح في حال يقود لكم البنات ملعقة دي الملح كيف ماكدشوف معي ملعقة الطعام من الملح وكذلك ملعقة الطعام من الخل لأيونات الخل رأيو الخل شيء نضيفهardan ملعقة دي المكن ستيرون والد tumb�� labour 19 او 12 ملعقة وضفت لهم خمسة ملاعق بالضبط ديال الماء نضفت ثلاثة ولكن سنعود نزيد جوج اخرين في المقلات كما تشوفوا معي نسكبهم في المقلات اللي تكون شوية تقيلة في حلات شكل هادا وخليهم على نار هادئة وكيف ما شفتوا معي مثلا نضفت لهم جوج ديال الملعقات ديال الماء المهم توطل انتم ما شفتوا 14 ملعقة ديال سانيدة سكر حبيبات او 12 ملعقة وخمسة الملعقة ديال الماء او 6 ملعقة او 7 ملعقة ما كان حتى شي مشكل مهم هي طريقة ديال الطبخ ديالهم كيفاش عامل نخليه مهاجده على نار هادئة ونبقوا نحركو معي شوية بلا الملعقة حتى يضب لينا السكر تماما عاد مدون نحركو مهاجده بملعقة على نار هادئة لبنات هاد الواكس هادا را كنستعمله يكون بارد يعني ما تخافش منه نهائيا من احسن ما يكون لان سمحولي يا لبناتك تحصر لي شوية الهادرة انا را شوية عيانة مشكيت عليكم لان رزقكم صحة والعافية وطول العمر ولي خليكم ليه بصحة وجيدة المهم اللي حبيباتك كيفما شفتو ملك يبدأ بحلاك وذي كشكش وكيعملنا رغوة على هات الشكل هذا وحنا كنقوم بالتحريك بين الفينتي والاخرى يعني بعد كل شوية كنقوم بالتحريك كيفما كنشوفوا معي كيعمل لنا ذيك اللوين في حال هاكو دا في حال الكريمي وكاديك ساعتك صافي كنطفيو النار وكننسكبوه في واحد الزليفة ولا في اي في اي بارتمان ولا شي حاجة عندك المهم اللي بناس كيفما كتشوفوا معي نوريت لكم الطريقة قبل كنقشروه ومن بعد ما كنقشروه كنعملو طالك او لدي الاطفال بودرة الاطفال او لكنعملو دقيق الفارينا او للمهم ديك المنطقة خاصنا ان نشفوها يعني تكون ناشفة وكن وضعو لي هاد الواكس هادا ديال اللي عدلنا فيه الملح والخل اللي كين اخر نمو غزال رائع وكيكون بارد البنات حتي برد تماما كيفما شفتو منها كناخدو طريف ديالتوب كنوضعو بهذا الشكل بالنسبة البنات لهذا الطريقة هادي يعني بالنسبة للمناطق الحساسة كان بدو من الفوق يعني من الفوق ديال المنطقة الحساسة فهمتوني يا البنات كان بدو هاكو دا تحت وكنطلعو وكنطلعو بهذا الشكل هادا من الفوق من الرأس ديال المنطقة الحساسة كيفما شفتو في حال هاكو دا وغادي انتبعوه كذلك اشوفوا البنات راه غزال غزال هاد الواكس هادا وكيتحط بارد إلا كنتي مثلا كتعملي لي واكس كيكونوا شوية دافين او لسخونين وشوطوك وعملو لك حريق وعملو لك لطاش او بقع داكينة غتتبعي لي غير هاد طريقة هادي راها روعة كيفما شفتو بلما نعودو نعملو الواكس كنعودو غير هاكو دا كنعودو غير هاكو دا كنحكو ديك التوب وكنعودو ننزلو بحال هاكو دا البنات المنطقة الحساسة من الفوق كنستعملو بها الطريقة هادي وكن هابطو شويش هاكو دا وكنطلعو الفوق كيفما كتشوفوا معايا كيفما شفتو بها الطريقة بالنسبة لبنات المنطقة الحساسة سوف نأخذ العونة على هذا الشكل هذه الطريقة البنات الصحيحة من الفوق نعمل الواكس تجاه الشعر تجاه النمو والتحت نعمل العكس نطلع الشعر كما تشوفوا معي البنات نطلع الشعر على هذا الشكل من تحت الفوق و نعمل طرف التوب طرف من التوب أو الجينز سوف نعمل جينز سهل في الواكس أو في السيغ والبنات يجربون السيغ الكوكاكولا و شكرونها و ان شاء الله ستعجبكم بزب 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 انا كنتمت بالضحك عرفتوا علاج حيش يكون متكي مرتاح ولكن هذا المرة نزوله بهذه الطريقة و لا يرتاح يعني على العكس فهمتوا البنات كيف ما شفتوا و بالنسبة تحت الابطين نزوله كامل بالطريقة الأولية من الفوق و نحن بطين من الفوق و نحن بطين نريد طريقة الحساسة كيف ما شفتوا في الحلقة من التحت كنجيوا على هذه الطريقة كنعملوها مقلوبة كانت من البنات تكون طريقة واضحة و لا مواضحة لكم نزيد نوضحها لكم إن شاء الله من بعد كيف ما شفتوا البنات راه من أحسن ما يكون أنا راه كان موت بالضحك موت موت حسسن كيف موت شعر حاول الشعر تماما والبنات الحمورية بالنسبة للحمرية يبيض المنطقة و لا يحتموه ولكن من فهم لا يشجر بيتفور هذه الطريقة ونعمل له هذا المقشر ونعمل له كدلك ونعمل له كدلك ونعمل له كدلك شفتو انتو مليد الراجل وشوف كيفاش عمله فما بعلو كيدكم انتو ستبعوا الطريقة سترجع انتو ليد غزاله وما تساونيش من الدعاوات ديلكم ما تساوش تبارتاجي ولا فيديو باش تعمل فائدة الحبيب ديالي كيف ما شفتو هنا هو الطرف ديالتوب كيفاش قطعتو عندو زوال البنات بالنسبة البنات لما يقدروش على الالام او لكي يجيهم الالام بالنسبة الاستيغ او الواكس هنا خضيت كريم ديال بيكيني كي يتباع لبنات اي بومادة على هيد شكل هذا كريم بيكيني هدي من كراودفات بالنسبة لبنات اللينا في ولندا إلا كنتو في المغرب خدو ماركة ديال فيت ركي نوح الماركة ديال فيت كان عملو القليل من كولغات كيف ما شفتو معي قليل قليل وكان عملو كدلك هاد الكريم هادا اللي كيكون ديال بيكيني مكتوبة فعلي ببيكيني وكان عملوه تحتلي الدين وكان عملوه في المناطق الحساسة بنسبة للبنات اللي ما كي قدروا على تطيير الشعر هنا هنا تدور ديال كولغات كتبايض لنا كذلك المناطق الحساسة وكان عملوه واحد البايض مهم البنات بالنسبة للماسك اللي غاد نعملوه من بعد بشي بايض لنا بين بعد ما طيرنا الشعر هو بايضة صفار البيض وملعقة المايزينة البنات من بعد ما تزولوا الشعر سوف تقوم بعمل صفر البيض و ملعقة الميزينة سوف تقوم بعمل صفر البيض كانت تجربته و تجاوبوني و هنا مع الميزينة مع المقشير و مع زونا الشعر يحايد لنا الكحول و كل شيء نقوم بعمل و نشطفه بشوية الماء كيف لا تشوفوا معي هنا سوف تحصل على نتائج كيف لا تشوفوا تبعوا علماء سوف تحصلوا على نتائج رائع في التبييض و توحيد اللون وبعده على الكوتشية وبعده على الماكينة بالنسبة لكريم 10 دقائق سوف تقوم بعمل شعر ولكن لديك شعر هذا الكريم ضغي لا يوجد ألم ولكن لديك لديك تبييض كيف لا تشوفوا معي هو مثل مقشر قبل و نتمنى تجربوه رائع و استحق التجريب و الفيديو هالحبا يبديا لي كنت من ان شاء الله تكونوا دوستوا معي وقت ممتع و وقت مفيد و خليت لكم راحة و إلى الغد بإذن الله و حالكم باي باي